موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنسألن بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وينت مشاهدين الكرام الكثير من القضايا والأحداث التي كتب عنها الكثير والكثير من الناشطين والناشطات والإعلاميين والإعلاميات وحتى السياسيين عبر صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نتابع الكثير منها اليومنا هذا لكن بعد هذا الفاصل القصير تكرماني بقو معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد إذن ميليشيات الحوثي حاولت مرارا وتكرارا التغرير بأبناء اليمن والزج بهم إلى معارقها العبثية في جبهة القتال وخصوصا في جبهة مارب التي تلتهم الحوثي وتلتهم عناصره خلال الأيام الماضية وإلى حد اللحظة وجبهة مارب تنكل بالحوثي وبأتباعه تخبطت الميليشيات في عملية التجنيد وجدت بأن هناك عدم قبول لها من قبل أبناء القبائل ومن قبل المشايخ القبل وأيضا هناك مقت كبير لهذه العصابة الإجرامية فاتجهت صوب الأفارقة لتجنيدهم بالإكرار مؤخرا في صنعاء ومجموعة من الأفارقة خيرتهم إما بين القتال معها أو دفع مبالغ مالية طائلة أو إرجاعهم إلى بلدانهم رفضوا القتال في صفوف الميليشيات الخوثية فقام الحوثي بحبسهم حبس أكثر من 300 إلى 400 إفريقي وبين لحظة وأخرى قاموا بإحراق ذلكم العدد الهائل وأولئك النزل في سجونها ومما تسبب في استشهاد العشرات وجرح المئات هي حادثة إجرامية وجرم لم يسبق له مثيل اهتزى لأجله العالم يعني عصابة كهنوتية بمعنى الكلمة عصابة تياوزت العادات والتقاليد عصابة تياوزت القوانين الدولية لم تضع اعتبار لأي أحد ولم تضع اعتبار لأي قانون ولم تضع اعتبار لأي يعني مراعاة للدين الإسلامي ولعادات وتقاليد اليمنيين تعدي سافر وجرم كبير جدا حول هذا الموضوع يعني الكثير من الناشطين كتبوا بحسرة وألم وأيضا واصفين هذه الجريمة أنها جريمة دخيلة على الشعب اليمني دخيلة على حتى العالم يعني لم يسبق لأحد أن قام بهذا العمل الإرهابي والعمل الإجرامي الذي يعني يستهدف الأجنبي في البلد المستضيف وأيضا قتلهم بشكل جماعي وبوحشية مفرطة حول هذا الموضوع كان للكثير من الناشطين آراء مختلفة بداية بيدكتور معمر البداي الذي كتب وقال رفضوا الأفارق أن يقاتلوا مع الكهنوتيين ضد اليمنيين فقاموا الكهنوتيين بإحراقهم في صنعاء وقالوا حريق حسب ما ذكرت قناة البي بي سي وهل عمركم سمعت عن حريق يقتل أكثر من 150 إنسانا في وقت واحد؟ إذن هي جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى قامت به ميليشيات الخوثي ولا بد وهي نداءات الكثير من الناس للمجتمع الدولي باتخاذ أمر حازم حيال هذا التصرف العنجهي والتصرف الإرهابي والتصرف الذي لا يمثل الشعب اليمني ولا يمثل عادات وتقاليد الشعب اليمني التي يعني تكرم الضيف والتي ترفع من شأن الضيف هؤلاء تعدوا كل شيء هؤلاء عصابة مجرمة عصابة كهنوتية عصابة يعني دخيلة على عادات وتقاليد وديننا الإسلامي فينبغي وضحة لهذه العصابة الإجرامية حسب يعني مطالب الكثير من أبناء الشعب اليمني بالانتقال مشاهدين الكرام إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر غرد الكثير من الناشطين حول هذا الموضوع منهم رشاد الصوفي الذي كتب وقال مات اللاجئون الأفارق حرقا على يد ميليشيا الخوثي الإرهابية وسط العاصمة صرعا فضل اللاجئون الأفارق الموت حرقا على أن يموتوا في جبهات الخوثي ماتوا حرقا دون كرامتهم وعزتهم وكبريائهم التي يفتقدها الكثير من من يسوقهم الخوثي للجبهات سوق النعاج اللاجئ مشاهدين الكرام في أي بلد كان له ما له وعليه ما عليه له حقوق ومميزات تفضله ربما في بعض البلدان عن ابن البلد نفسه لكن الميليشيات الخوثية هي اتخذتهم من باب أنه يعني فرصة أنه تجمع أكبر قدر ممكن من المقاتلين في صفوفها وأيضا استغلت حاجتهم المادية والمعيشية هم هارفين أصلا من جحيم حرب وأتوا إلى الحوثي وعمل على استغلالهم إما أن تقاتل معي وإما أن تدفع مبلغ مالي كبير وطائل وهائل جدا أو تعود إلى بلدك وتواجه نفس المصير الذي تواجهه في اليمن وهي جريمة جريمة يندى لها جبين الإنسانية جريمة لا تمت إلى الأخلاق ولا إلى الأسلاف ولا إلى الأعراف بأي صلة أكثر من 150 شهيدا والمئات من الجرحة بسبب العنجهية الحوثية بسبب الإرهاب الحوثي بسبب الكهنوت الإجرامي الذي لا يفرق لا بين كبير ولا بين صغير ولا بين ضيف ولا بين لاجئ ولا بين أحد همه فقط الوصول إلى أهدافه هم هذا الكهنوت أن يصل لتحقيق مرادة وأيضا الوصول إلى مطامعه والوصول إلى كرسي السلطة ولو كلف ذلك أنهارا من الدماء أيضا وليد القديمي كتب وقال جريمة حرق الأفارق المهاجرين في صنعام قبل جماعة الحوثي الإرهابية تعد جريمة إبادة جماعية تستدعي وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي ولا بد من معاقبتهم أيضا أفنان صالح غردت وقالت بأي ذنب أحرقه؟ لماذا هذا الصمت العالمي أمام الجريمة النكراء التي حدثت في صنعات ضد اللاجين؟ أين حقوق الإنسان والمنظمات؟ ميليشيات الحوثي استغلت النقطة أن الأفارق قادمين من بلد يعج بالخروب من بلد يضج بالاقتتال وأيضا فيه من الخراب والدمار ما فيه استغلت هذه النقطة وكانت تظن أن الجميع لن يقف إلى جانب هؤلاء لن ينظر إليهم يعني اتخذتهم فقط أنهم عبارة عن سلعة لها حق التصرف فيها كيفما أرادت هكذا فكرت ميليشيات الحوثي وهكذا كان يخال إليها لكن المظلوم مهما كان الجميع يقف إلى جانبه الجميع سوف ينادي بالإنصاف لأجله وأيضا الجميع سوف ينادي بتحقيق العدالة والقصاص من المتسبب في هذه الجريمة النكراء وهذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية أيضا كان للأستاذ معمر أليرياني تغريدة حول هذا الموضوع حيث كتب وقال الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في أحد مراكز احتياز المهاجرين الأفارقة يفتح ملف واحد من أخطر جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وكيف تعمدت تصفيتهم بدم بارد بعد اعتقالهم وتخييرهم بين القتال أو الاعتقال وابتزازهم ماليا مقابل إطلاقهم إذن هي إبادة جماعية من قبل هذه العصابة ومن قبل هذه الميليشيات الكهنوتية نهاية الأمر هي عبارة عن ميليشيات والميليشيات في أي بلد كان تتواجد هذه العصابة فيها وتحكم هذه العصابة بعض المناطق توقع منها أي شيء توقع منها تقتل تحرق تنسف تفجر تدمر تنهب شغل عصابات وهذا هو أعمال الإجراميين والمجرمين وم بالأساس القادة الذين يتزعمون هذه الميليشيات وهذه العصابة وم عبارة عن ناس مجرمين وعصابة وأيضا قتل وخريجي سجون فبالتالي هذه الأعمال ليست جديدة عليهم وهذه الأعمال متوقعة أيضا منهم ومن المنتمين لها لهذه العصابة الإجرامية بالانتقال مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر وهو لم تكتفي الميليشيات بسلب ونهب جميع المؤسسات مؤسسات الدولة والخاضعة لسيطرتها والتي هي في المناطق الخاضعة لها وإنما الآن تسعى لبيع المقرات الحكومية وأيضا تأجيرها لاستغلالها بالأموال تريد أن تكسب الأموال بأي طرق وبأي طريقة كانت حتى وإن كان بيع المقر الحكومي أو المؤسسة الحكومية أو الوزارة المعينة لأجل المال هي مستعدة لأي شيء حول هذا الموضوع كتب علي البخيتي وقال شكل الحوثي ناوي يبيع ويأجر كل ما تبقى من الدولة بما في ذلك المباني الحكومية لكن الصورة هذه بالذات موجعة ومبكية ومضحكة في نفس الوقت فبينما الناس بانتظار خبر عن نصف الراتب يتفاجأوا بهكذا يعلن عشرين مليون إنسان يرضخون تحت الحصار بدون رواتب وبدون خدمات لا مال لا كهرباء ولا غاز لا بترول لا صحة لا مطارات لا شيء نتيجة فشل الحوثي وحصار الشرعية وعندما يسأل طرفي الصراع عن معاناة الناس تجيب شرعية الفنادق بأن هذا عقاب مستحق لأصحاب الهضوة الزيدية ويجيب الحوثي كما قال المؤيد أمس من لندن على قناة الجزيرة يصبروا ما يقع في أبتم جيزهم من جيز فيتنام وكوريا الشمالية شعبنا ضحية الحقد المناصقي والطائفي من جهة ونظرة الأئمة لنا بأننا مجرد وقود حرب الرخيص سخره الله لهم من جهة أخرى بالفعل مشاهدين الكرام جماعة الحوثي هي ترى من أبناء الشعب اليمني أنهم أدوات لها لتنفيذ مآربها وتنفيذ مصالحها والوصول إلى أطماعها ترى من أبناء الشعب اليمني أنهم تابعين لها أنهم عبيد لها ترى من أبناء الشعب اليمني أنه لابد من حكمهم بقوة السلاح بقمعهم بتنكيلهم بالانتقام منهم وهي عبارة عن عصابة منتقمة وحاقدة أتت للانتقام من جميع فئات المجتمع اليمني فبالتالي عندما تلاحظها تلاحظ قياداتها تعمل على النزول الخثيث والمستمر إلى القبل اليمنية وإلى المديريات وإلى المخافضات للتغرير ولحشد المقاتلين من أبناء القبائل فهي ليست غريبة وليست جديدة هي ليس من باب الدفاع عن الوطن وتلك الشعارات الزائفة فإنما هو انتقام لقتل أكبر قدر ممكن من اليمنيين وإضعاف هيبة ومكانة القبيلة اليمنية وفي جبهات القتال خير دليل على ذلك هي فاوضت في الأيام الأخيرة عبر الصليب الأحمر أنه تريد انتشال بعض الجثث المحسوبة عليها على قيادات من السلالة محسوبين على جماعة الخوثي فاوضت لأجلم أما أبناء القبائل ليس لهم قيمة مرميين في أشعاب مرميين في الوديان دفنوا في الرمال الصحراء لا تعيرهم أي اهتمام أيضا سجناء خلف القطبان لم تفاوض ميليشيات الخوثي لأجلهم ولم تدري أسماءهم من ضمن الكشوفات الأسرى هم محسوبين على أبناء القبائل أما أبناء السلالة والقادة الذين سوف تنتفع بهم الميليشيات وسوف يعني تدير لهم الحرب وتطيل من أمد الصراعية تسعى لإخراجهم والاستفادة منهم حول أيضا هذا الموضوع كتب الشيخ جلال عبد العزيز وقال القضاء على السلالة الكهنوتية الفارسية فرض واجب ومقدس على كل يمني حر وشريف أيضا هناك تحرك أخير في جبهة تعز والبعض اعتبر أن هذا التحرك جاء في وقته وأنه شكل ممتاز ومناسب بأنه تتحرك بقية الجبهات لأجل إضعاف الحوثي وأيضا إنهاك في جبهة مارب التي يسعى للسيطرة على أكبر قدر ممكن من المساحة مساحة مارب والوصول إلى المدينة لكن البعض الآخر اعتبر أن تحرك جبهة تعز هي تأتي ضمن مساعي جماعة الأخوان المسلمين للتوجه صوبة الساحل الغربي وأيضا مواجهة القوى الوطنية التي تعمل على مواجهة الحوثي بكل صدق وإخلاص اعتبر البعض أن الجماعة الأخوان المسلمين هي أتت عبارة عن رافض أساسي لجماعة الحوثي ومساند للوصول إلى أطماع وإلى أهداف المليشيات حول تأييد هذه الجبهة كتب محمد مارش وقال بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها الحوثي في مارب فرحتنا لا توصف بانتصارات أبطال من الجيش الوطني ووحدة صفهم في الجبهة الغربية ودك خشم الحوثيين أيضا أبو عفاش اليماني كتب وقال صراحة ما حصل بالكدحة أعتقد لأول مرة ينفذ هجوم في تعز بطريقة عسكرية احترافية وفي أقل الخسائر وأعتقد إلى الآن بإذن الله خسائر بشرية لا تذكر كان هجوم من جميع الاتجاهات من الجبال المطلطة على الكدحة من الجنوب والشمال ومن اتجاه العفيرة هذا كله كان أمس المساء واليوم فقط أيضا حول جبهة تعز كتب الدكتور عبد الرحمن فدج وقال فعلتها تعز كما فعلتها مارب من قبل وقبلها في الساحل فلقد تبين لنا جميعا حجم الحوثي الإرهابي وحجم قوته وتبين لكل يمنيين أنهم نعاج فقط لا أكثر ويتبقى فقط أن نتوحد وتحيى الجمهورية اليمنية بالفعل الحوثي هو عبارة عن لا شيء الحوثي هو عبارة عن مجموعة من الرموز والذين هم ظاهرين أمام وسائل الإعلام وأمام يعني الناس أنه بتدير هذه الحرب فقط هي تستغل أبناء القبائل أبناء القبائل هم من يعطون مكانة للحوثي وإلا الحوثي عبارة عن لا شيء الحوثي هو زائل منتهي والدليل أنه في مارب مجموعة من القبائل والمخلصين من أبناء القوات الحكومية واجهوا أعتى يعني عدد ممكن من الحوثيين الذين غرر بهم والذين دفعت بهم الميليشيات من جبهات القتال أيضا من المناطق الخاضعة لسيطرتها وأيضا أبناء مارب واجهوا القوة قوة الأسلحة الحوثية الإيرانية يعني الدليل أنه حسب مراقبون أنه الأبناء مارب وأبناء القوات الحكومية هم لا يواجهون الحوثي فقط وإنما يواجهون إيران بشكل عام فقوة الحوثي ظهرت في مارب التي هي عبارة عن فقاعات أيضا لو وجد الصف الحقيقي وتوحيد الكلمة الحقيقية والخلاص في مواجهة الحوثي والني الصادق قال أضعف الحوثي وأنهك وانتهى في أيام ويعني في أسابيع قليلة حول توحيد الصف كتب عبد السلام القيسي وقال من محاسن الانحياز الدولي للحوثي هو الهمة لدى كل جزيرة العرب في استئصال هذه اليد الإيرانية وبترها إذ التهاون في هذه المرحلة يعني التسليم بسقوط كل الجزيرة بيد استساني الطامح بملك أجداده الصرعى وليس اليمن فقط هي معركة الجغرافية والتاريخ والإنسان وتستمر الدعوات لأبناء القبائل الذين يقاتلون إلى صف الخوثي بالعودة إلى منازلهم والوعي بحجم هذه الميليشيات المنتقمة والحاقدة من أبناء الشعب اليمني والتي تسعى لاستئصال جميع فئاته ومكوناته وخاصة الأطفال والشباب هي تستهدف أجيال لتدميرهم وقتلهم عدنان الحدي كتب وقال ندعو المتحوثين بجبهة الحوثي الفارسي بأن يسلموا أنفسهم ورؤوسهم ويلزموا بيوتهم ويجنبوا أنفسكم الموت والذهاب لجهنم لأن الجمهوريين سيقاتلون الحوثي لآخر فر وحول استغلال مطار صنعات دولي مشاهدين الكرام لميليشيات الحوثي وأطماعها وأهدافها وأيضا لقياداتها لسفري وذهابي وإيابي قياداتها وأبناء قياداتها ولإدخال المصالح الخاصة بها كتب حسين عزيز حول هذا الموضوع مطار صنعات دولي المغلق استقبل خلال الفترة يونيو أغسطس 2020 أكثر من 270 رحلة طيران ومطار عدن الدولي المفتوح استقبل في نفس الفترة 270 رحلة فقط مطار صنعات مغلق على الشعب اليمني ومفتوح للحوث وأصحابهم المزلطين بتعليمات بريطانية أمريكية والموز لأمريكا ونختتم مشاهدين الكرام بمنشور متداول لأحد الأطفال في محافظة مارب يبيع صحات ماء في أحد الشوارع ووقت الصلاة ووقت صلاة العصر أدنا في المساجد نوديا للصلاة والطفل سرعان ما فرش كرتون على الأرض وبادر للصلاة وهو قام أحد الأشخاص وأحد الناشطين بالتقاط هذه الصورة للطفل بجانب الصحات الماء ولقت رواجا كبيرا يعني التقطها له وهو يصلي ولقت هذه الصورة رواجا كبيرا ويعني حسب آراء الكثير من الناس أنه أطفال اليمن برغم الحرب برغم التدمير برغم الأزمة والطاحنة التي تمر بالبلاد إلا أنه الصغير من أبناء اليمن كبير كبير بأفعاله كبير بطموحه كبير بسعيه لعالة أسرته حول هذا الموضوع نتناول منشور لأحمد القيفي الذي كتب حول هذه الصورة وقال أطفال اليمن يتحدون الفقر ويصارعوه بكل ما لديهم من إيمان وعظيمة على البقاء حيا رافعين رؤوسهم أعزاء والساساء يعرضون الوطن والمواطنين في أسواق الرخص من أجل يعيشوهم وأولادهم والمتحوثين يعرضوا تاريخ أجدادهم مقابل لقمة العيش ولكن مثل هذه الصورة تعبر عن واقع جميعهم مخزن وتجسد شرف هذا الشعب الشجاع ستفرج بإذن الله وصلنا مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير تمتم دام الوطن بألف سلامة وعافية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة